بعض الأشخاص ممن تعالجوا من داء الجرب يستمر لديهم الحكة وهذا يقودهم إلى العيادة مرة ثانية طلبا لعلاج مختلف قد يكون الأول غير ذي فائدة مثل هؤلاء الأشخاص نقول لهم إن العلاج فعال وبنسبة 99% تقريبا لكن ما الذي يحدث هناك خلل إذن؟ الخلل هو أن هذه الطفيليات المسمات بالجرب تحفر أنفاقا وعند المعالجة قد تموت هذه الطفيلية بداخل الأنفاق أو قد تترك على الأقل مخلفاتها بيوضها التي تضاعها في هذه الأنفاق هذه المواد المخلفات التي تبقيها أو حتى الطفيلي الذي يموت بقلب النفق الذي حفرته يسبب التحسس هو سبب أساسا التحسس عند هذا الشخص وسبب الحكة الليلية أو الحكة على الحرارة مثل هذه الحالة نقول للشخص استمر العلاج فعال بإذن الله استمر فقط بمضادات الحساسية ومضادات الحكة هذا الأمر سيزول خلال 6 أسابيع قد يحتاج الشخص إلى 6 أسابيع لتزول حالة الحكة المستمرة التي يعاني منها ترجمة نانسي قنقر